في ناس بتظن إن التشدد ده بيعمل رسوخ لكن أوسع أبواب السيولة هي التشدد في التربية لأنها بتعلموا التناقض يعني يعرف يعني إيه سيولة؟ يعني ممكن يروح على الشذوس ممكن يروح على الإلحاج لأن فيه تناقض بيقولك إيه؟ الولد بيحصل له تناقض في دماغه كده منين بيقولوا إن ربنا رحيم وإن دينا دين الرحمة وأنا شايف كم العذب اللي بتعذبه ده من أبويا ومن أمي وبسبب إيه؟ بسبب التشدد أهلي يبقى كده أنا يبقى أهلي يتشددوا علي ويؤذوني وكمان كمان يا ربنا يحبيهم ويتحيز ليهم وكمان يعقبني ده إيه ده؟ فيتمرد الأولاد ويروحوا الإكستريم بقى يروحوا هناك بقى للسيولة الدينية لللا دينية أو يروحوا للسيولة الدينية يترموا في أحضان حد لأن كل الشيء بيزيد عن حده بين قلب ضده بيسنة في الحياة ربنا جعلها سنة أو يفتح لهم بقى بقى الاحتواء البديل اللي ممكن بعد الشر يعني يستغل لهم حد عاطفيا أو جنسيا لذلك التشدد يا سادة في التربية بيورث أجيال إيه اللي حاصل؟ مشوهة يطلع أجيال مشوهة نفسية إلى أبعد حد شوهة نفسية وفكرية ومجتمعية وأخلاقية وعندهم نفور من الدين ومن الناس ومن الحياة طب نعمل إيه؟ نعمل إيه؟ وده اللي تعلمناه زي ما بيقوله كده نعمل إيه؟ وده سيلوا بلدنا سيلوا بلدنا إن إحنا اللي ما يعرفش يعمل إيه؟ يشد وأنا لو ما عرفتش لو ما كانش عندي قدرة إن أنا أقنع لو ما كانش عندي قدرة إن أنا أربي خلاص أمنعه وديق عليه واخنقه وشد عليه وإزيه أو يعرف إن الحياة مش سهلة من باب ويعرف كمان إن إيه؟ إن فيه حاجة اسمها حدود وموانع لأ إحنا كده لغبطنا الدين زي بالزبط واحد قال لك بدل الماية ما تنقط إيه اللي حاصل؟ اقفل الماية خالص وركب عليها طبة وما تجيش الماية مرة تاني وده أحسن من إن مرة يتغرق الدنيا الناس هتعتش ما تروح تتعلم عشان كده أول حاجة بنقولها في الإجراءات اللي ممكن تخلينا نترك التشدد أول حاجة أيها الأب الكريم والأم الرحيم بيراح شوي على أولادكم في سنة في الحقيقة اسمها التدرج هقول لك حاجة اللي أنت عايز تعمل مع أولادك حطه في ثلاث مراحل وما تستعجلش على أولادك شوي شوي ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل سنة في الدنيا يسمع سنة التدرج وكل ما تيجي تعمل حاجة بتدرج كده أولادك يحسوا بسهولة إن أنت عتعمل عايز يسيدي أولادك يبطلوا مثلا لو كانوا صغيرين عايزهم يبطلوا أكل الأشياء المضر فاست فود عايزهم يبطلوا أكل الحقيقات المضر بصحتهم بيعملوا حاجة أصلا بيضيعوا وقتهم بيناموا بيصرفوا بالراحة امشوا بالراحة واحدة واحدة أعمل لهم أعمل جدول الحكاية دي تالت حاجة بلاش تجلدوا مع الغلط الله يسطركم أولاد بلاش الأولاد والله بقول لكم شعور الأولاد الأولاد بيحسوا إن هم بيتجلدوا والله بيقولوا في الاستشارات بيقولوا إحنا بيحس إن هم بيجلدون أنا بحس إن أنا صغير ما بحبش أقعد مع بابا لإن لما بقعد معه بحس إن أنا صغن إلا هو بيخلينا حس بإن أنا تافل فبهرب منه على فكرة نص الأولاد اللي قفلين على نفسهم الأبواب هربنين والنص التاني حاسين إنه ما فيش فايدة لإقعاد معه يبقى خليكم تتعاملوا مع الغلط ببيدوه وخلوا أولادكم يفهموا مستويات الخطأ يبقى لما يبقى خليكم يتعاملوا مع الغلط إنه هو فاهموه من الغلط ليه عواقب مش إنه انتو تعقبوهم فاهموه من الغلط مش نهاية الحياة ده باب يفتح ليهم إنهم يتعلموا ويتحسنوا ثالث حاجة إوعوا وتنسوا الكلام حلو للأولاد امدحوهم وامتنوا ليهم لما يعملوا حاجة كويسة رابع حاجة اسمعوا أولادكم واتناقشوا معهم بلاش تعنت النقاش والحوار والأسئلة بتقوى فيهم الصلة بينكم وبينهم وتفتح لهم باب إنهم يشغلوا شريط البالغ اللي هيخليهم يتركوا التمرد ويحبوا العقل ويحبوا الحكمة وتشوفوا منهم وهم بيخرجوا أحسن ما فيهم لأنهم حسوا إنهم في أمان الشدة تهديد الشدة خوف الشدة رعب والسماع والرشد والأنا والاحترام والكلام الحلو والاستماع والحوار أمان وفتح من أبواب منة الرحمن يا رب جعلنا من الحكماء والرشدين عشان نتعامل مع أولادنا عشان نكون أمنا بمسؤوليتنا وقمنا بواجب إن انت جعلت لنا عقول تعرف معنا الحكمة وتساعد أولادهم على إنهم يكونوا من الحكماء يا رب العالمين وفقنا ويسل لنا أمرنا واجعل أولادنا في حصنك ووفقنا إلى ما فيه صلاحهم ورشدهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرم